اشتركوا في القناة والامل في الانتصار على كورونا القاتل مجرد امل يتشبث به اولئك الذين يصارعونه على اسرة الانعاش وفي غرف العناية المركزة الاصابات عالميا تعدت الاربعة الملايين حتى الساعة اكثر من مائتين وستة وسبعين الف شخص لقوا حتفهم على يد كورونا ونحو مليون واربعمائة الف هم الذين افلتوا من قبضة الفيروس القاتل وان مؤقتا كونه لا توجد اي الضمانات حتى اللحظة بعدم تكرار الاصابة بالفيروس في المقابل جميع الاجراءات البشرية لمواجهة الفيروس والنقل اشدها وقائية استطاعت تأخير القاتل من ممارسة القتل لكنها لم تستطع الانتصار عليه ويظل كوفيد تسعة عشر وباء العصر الغامض الذي استطاع الوصول الى كل بقاع الارض في زمن قياسي لم تمنعه تقلبات الطقس ولم توقفه جميع العقاقير فالكمامات والقفازات والمعقمات سبيلنا الوحيد للوقاية منه والالتزام بالارشادات الصحية هي الفرضية المتاحة لتحاشي الاصابة به ويظل السؤال الذي يشغل بال مليارات البشر متى سيتغلب العالم على فيروس كورونا